السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزة طالبات وطالبات واولياء امور الصف السايس الاعدادي. ان شاء الله هنكمل مع بعض المراجعة النهائية الامتحان معنا النهاردة مع حل بعض الاختبارات المتوقعة ان شاء الله لا يخرج عنها الامتحان. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمه ونبلايك وشاركوا للفيديو واشتراكوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا ان شاء الله. دعمكم مهم جدا لنا لانه بيشجعنا نقدم اكتر ونستمر. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ بسامبل آآ سري طبعا عندنا الاختبار الثالث آآ السؤال الاول ده سؤال الدالك سؤال المحادثة سنة ثالثة سؤال مهم جدا. طبعا احنا بنقرأ المحادثة كاملة من اول العنوان كده الى اخر المحادثة لان طبعا العنوان ده ممكن يكون في اجابة سؤال آآ او على الاقل بيها عرفني الدالك بتكلم عن ايه وكمان طبعا آآ اجابة السؤال ممكن تكون مرتبطة بالنقط اللي بعد كده فلزلك احنا بنقرأ المحادثة كاملاتا وبعد كده بنبدأ نجاوب على الاسئل بيقول احمد and hazem are talking about sports احمد وحازم بيتكلموا عن الرياضات فاحمد بيقول له good morning صباح الخير قال له طبعا رد عليه وقال له برضو ايه كمان ايه good morning can i ask you some questions ممكن اسألك بعض الاسئلة يقول له طبعا يشور نعم بالتأكيد لانه هنا هيبدأ يقول له ايه سأل سؤال قال له my favorite sport is weightlifting رياضة المفضلة هي رفع الاسقال يبقى عايز يقول له ايه ما هي رياضتك المفضلة يبقى واطل هي ما او ماذا وعندي is what is وما يتحول الى your what is your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة قال له طبعا رياضة المفضلة هي weightlifting weightlifting builds the muscles رفع الاسقال دي طبعا بتبني العضلات فسأله سؤال قال له i can lift from 40 to 50 kg انا اقدر ان انا ارفع من 40 ل 50 kg يبقى عايز يقول له كم الوزن اللي تقدر ترفعه كم الوزن اللي هي how heavy كم الوزن اللي تقدر ترفعه قال له طبعا اقدر ارفع من 40 ل 50 kg what about you ماذا عنك بيسأله بقى هو رياضتك ايه رد قال له احمد ايه do you like judo هل انت بتحب الجودو يبقى i like judo يبقى احمد طبعا بيحب رياضة الجودو فبيسأله بيقول له do you like judo هل انت بتحب الجودو ممكن يقول له طبعا yes i do السؤال الثاني وده سؤال complete بنكمل طبعا القطعة الصغيرة دي من الكلمات اللي هي في اللاست دي طبعا هنكمل بجرني رحلة وتيك يأخذ بوايب بواسطة سيارة ليفز يغادر وتيك يأخذ بيقول next week الاسبوع القادم we are traveling to alexandria احنا هنسافي الاسكندري we will not the train احنا we will a طبعا ويل بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى we will take سوف نأخذ القطار it not the station at 8 am هو طبعا عايز اقول هيغادر المحطة it leaves طبعا هنا it مفرد بنضيف للفعل s احنا بنستخدم المضارع البسيط في جداول الموعيد السابتة i enjoy sitting next to the window انا بستمتع بالجلوس بجانب الشباك to know the field to see لكي ارى الحقول during the journey خلال الرحلة بعد كده قطعة reading القطع اللي احنا بنقرأها بعد كده نجاوب على الاسئلة بيقول لي everyone knows that japan is one of the most advanced and developed countries in the world كل شخص بيعرف ان اليابان دي واحدة من اقصر الدول المتقدمة في العالم it is its capital city tokyo عاصمتها tokyo is one of the largest and busiest modern cities in the world طبعا هي واحدة او من اقبر وطبعا اقصر المدن ازدحابا في العالم but for travelers to japan ولكن بالنسبة للمسافرين اليابان there are many interesting places which are not well known for the tourists طبعا في اماكن كتيرة شيقة لاست معروفة بالنسبة للسياح here are two places which are not commonly visited طبعا هنا بيحيقول لي بقى مكانين واللي هما طبعا ليسوا شائعي الزيارة يعني مثلا ما بيزاروش طبعا بطريقة شائعة طبعا الا ان هما not well known مش معروفين بعد كده بيكملوا بيقول لي تاكياما is a beautiful old town in the mountains هي طبعا مدينة صغيرة كده جميلة قديمة في الجبال it still has an ancient street market as well as a farmer's market along the river هي ما زال فيها طبعا سوق كده في الشارع قديم وكمان بالاضافة الى ذلك كمان عندها سوق للفلاحين بطول النهر some of the buildings in taqayama are more than 400 years old بعض من المباني في مدينة taqayama عمره طبعا اكتر من 400 سنة a few of the oldest houses are now museums وقليل من المنازل القديمة طبعا او الاكثر كدما الام هي متاحف where visitors can see what life in japan was like in the past طبعا حيث يستطيع الزوار ان هما يشوفوا شكل الحياة في الماضي في اليابان near taqayama is an old village where you can still see traditional carpenters at work طبعا بالقرب من taqayama في يوجد قرية قديمة حيث تستطيع ان انت ترى طبعا اللي هما النجارين التقليديين في العمل اللي هي طبعا هي طبعا مجموعة من مباني طبعا معبدية and على جانب الجبل it's difficult to climb up to the temple من الصعب ان انت تتسلق المعبد but the view is beautiful ولكن المنظر بيكون جميل السؤال الاول بيقول لي the best title for the passage 8 افضل عنوان مناسب للكطعة هو unknown Japanese cities مدن يابانية غير معروفة ولا some will know Japanese cities بعض المدن اليابانية المعروفة ولا the capital city of Japan عاصمة اليابان ولا some developed cities in Japan طبعا بعض المدن المتقدمة في اليابان طبعا الباسج بتكلم unknown Japanese cities the underlying word commonly means not طبعا commonly اللي هي معناها شائع او معناها عادي طبعا معناها usually طبعا معتاد او عادة هنا really nadirin especially اللي هي على وجه الخصوص formally بطريقة رسمية in takayama you can see how the Japanese life not في takayama انت تقدر ان انت تشوف شكل الحياة اليابانية was in the past طبعا كان شكلها عامل ايه في الماضي will be in the future طبعا دي خطأ في المستقبل ولا لقات the present في الوقت الحالي ولا was affected by the world تم تأثيرها بواسطة او اتأثرت ازاي بالحروب طبعا هي كانت بتتكلم عن شكل الحياة في اليابان طبعا في الماضي بعد كده بيقول لي طبعا لخص البارغرافي التاني في جملة البارغرافي التاني اللي بتكلم عن مدينة takayama ممكن اقول مزلا ايه تكايama اه 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 طبعا استطيع ان انا ازور تكايama اللي هي ايه نشوف كده طبعا في القطعة بتتكلم طبعا ممكن اقول ايه تكايامة is a beautiful old town in the mountains طبعا او ممكن اقول طبعا. I can visit. طبعا اقول ايه? which is a beautiful old town in the mountains. واكمل بقول ايه? in japan. في بقول ايه? I can visit. which is a beautiful old town in the mountains in japan. ودي اجابة السؤال number four. بعد كده بقى بيقولي. how can تقياما and yamadeira be known by many tourists in the future? ازاي بقى المدينتين دول او المدينة دي والقرية دي المكانين دول طبعا ان هما يقدروا ان هما يعرفوا او يعرفوا بواسطة السياح في المستقبل. طبعا احنا نقدر ان احنا نعرف الناس بيهم من خلال السوشال ميديا مثلا. يبقى اقول مثلا. by talking. نقدر كده ان احنا نتكلم عنهم كتير. by talking about them in social media. where can visitors the city markets? اه طبعا اين يستطيع الزوار ان هما يشوفوا السؤين? طبعا ان تقياما في مدينة تقياما. بعد كده سؤالة choose the correct answer. I am not is a place where you can get the train from. المكان طبعا حيث تستطيع ان انت تحصل على القطار منه او تركب طبعا القطار طبعا هو البلاتفورم اللي هو رصيف القطار. pavement اللي هو رصيف شارع. اوفيس مكتب اكواريوم اللي هو معرض الاحياء المائي. بعد كده بيقولك the interim of the word cons is مضاد كلمة cons. cons اللي هي معناها عيوب. طبعا مضادها اللي هي الpros. pros اللي هي معناها مميزات. اما pres معناه يضغط او معناها الصحافة. we pros اللي هو نس اللي هو طبعا النثر. to make the opposite of comfortable we use the prefix not. لكي نحصل على مضاد كلمة comfortable اللي هي معناها مريح. احنا بنضيف البداية طبعا uncomfortable غير مريح. ادهم is interested in. ادهم يكون مهتم بي. traveling into space. بالسفر للفضاء. he wants to be an. هو عايز يكون ايه. طبعا استرنات اللي هو رائد فضاء. surgeon. جراح technician اللي هو فني اكتر ممثل. not is what you feel when you do not expect something and it seems strange or unusual. هي الشيء اللي طبعا ما تشعر به عندما لا تتوقع شيء ما او يبدو غريب او غير معتاد. تبقى انت طبعا بتكون surprised بتكون مندهش. اما encouraged مشجع. educated متعلم. communicated متصل. has had a knot for about an hour. his head still hurts. طبعا رأسه ما زالت تقلمه. يبقى هو كان عنده ايه? كان عنده هادك اللي هو ألم في الرأس. اما stonicac اللي هو ألم بالمعدة. nosebleed اللي هو نزيف الأنف. و air kick اللي هو ألم في الأزون. بعد كده سؤال الكوراكت. زي ما قلنا بعد كده سنة تالتة. الاماكن دي اللي احنا المفروض اللي احنا بنجاو فيها او بنكتب فيها الاجابة اللي هي الاماكن الفاضية دي بنكتب فيها الانسرز اللي هي الاجابات. بعد كده يقول لي salwa is waiting for Arabic literature. طبعا سلوة منتظرة محاضرة اللغة العربية. it started at five. هتبدأ الساعة خمسة ده. بوعيد ثابت. يبقى بنستخدم المدارع البسيط. وانا عندي هنا اه مفروض يبقى it starts. اه ليه بقى? لان احنا بنستخدم المدارع البسيط زي ما قلنا في جدول المعيد السبت. this is my first visit to منصور. هذه هي زيارة الاولى للمنصور. I have ever visited it before. عايز اقول انا عمري ما زورتها قبل كده. يبقى هنستخدم never. اما ever بتستخدم لسؤال عن الخبرات الشخصية. وطبعا متصادم في السؤال. the blue car. السيارة الزرقاء is fast than the black one. عايز اقول اسرع من السودة. انا عندي than. يبقى بحط للصفة اللي عندي القصيرة er. يبقى faster. tamir speak english since 2011. طبعا عايز اقول اني tamir بيتكلم اللغة الانجليزية او بيتحدث اللغة الانجليزية منذ عام 2011. يبقى since وبداية الحدث يبقى انا عندي هنا مضارع tam. مضارع tam بيتكون من have or has or past participle. اه اللي هو عندي tamir هنا. tamir هنا مفرد. يبقى has التصريف that may speak here spoken. has spoken english. my father not have to go to the office on fridays. عايز اقول اني بابا. عايز اقول ايه. لا لا يكون مضطر ان هو يذهب الى المكتب في ايام الجمعة. يبقى اه طبعا اللي هي doesn't have to. يبقى doesn't have. وعندي to طبعا في السؤال. بعد كده الparagraph about a review of a teapot you bought and it was not good. طبعا عندي هنا نقض عن ايه اه كباية شيء كده او اناء للشيء انت اشتريته. وطبعا it wasn't good. ما كانش جيد. احنا ان شاء الله هننزل شرح ليه اه سؤال الparagraph وحنعرف الناس ايه الفرق ما بين ازاي تكتب review اللي هو نقد او مقالة نقدية وازاي تكتب short story قصة قصيرة وكمان ازاي تكتب biography about someone اه شخص بما مثلا you admire او you like او اه اه مثلا famous person and so on. احنا ان شاء الله هننزل الparagraph سريعا علشان الناس تقدر ان هي تفرق ما بين اه التلات اشكال دول. انت قلنا الى الاختبار الرابع وده اختبار مهم جدا. السؤال الاول ده سؤال الدالوك سؤال المحادثة. بيقول لي عمر has a toxic. عمر عنده قلم في الاسنان. he is at the dentist طبعا هو في عيادة طبيب الاسنان. الشخص طبعا الوظيفة ولو بصوره في اسم يعني اه المكان اللي بيعمل فيه الشخص. هو كده في عيادة طبيب الاسنان. فالدينتست اللي هو طبيب الاسنان بيقول له ايه. hello عمر what's wrong with you? ايه المشكلة معاك. ايه يقول له ايه طبعا ايه طبعا ايه فارد طبعا الدينتست قال له open your mouth. يبقى هو احنا لما يقول له ايه المشكلة او بتشتكم ايه. ممكن يقول له i have a toxic. عندي قلم في الاسنان. او ممكن يقول له my tooth hurts. my tooth hurts. سنتي بتقلمني. قال له open your mouth. افتح فمك. please من فضلك. فسأل سؤال. قال له the one in the middle. اللي هو في النص. يبقى عايز يقول له اي السن اللي بيوجعك. which tooth hurts you? ايه السنة اللي بتوجعك? قال له السنة اللي في النص. قال له i see. فسأل سؤال. قال له yes it hurts too much. هي هو بيقلم كثيرة. انا عندي سؤال يجبته ب yes. يبقى هو سؤال بمعنى هل. وعندي فعل في المضارع البسيط. يبقى الفعل المساعد. او does. هستخدم does. علشان عندي الفعلس. does it hurt? hurt you much? هل هو كده بيقلمك كثيرا? قال له طبعا ده بيقلم كثيرا جد. will you pull it? هل انت ات قاوت? هل انت هتخلعه? قال له ايه? it's not serious. مش خطيرة. يبقى no i want. لأ انا مش هخلعه. لان طبعا حالته ما هياش خطيرة. فقال له so what should i do دكتور. ماذا يجب ان افعل ايه دكتور? فرضو الدكتور قال له ايه? قال له that's right. i should stop eating candy. يجب ان انا اتوقف عن اكل الحلوة. يبقى يقول له ايه? you should stop. يجب ان انت تتوقف. you should stop eating candy. يجب ان انت تتوقف على الاكل الحلوة. لان هو طبعا ايه? قال له هنا طبعا اه هذا صحيح. وانا يجب ان انا اتوقف عن اكل ايه? الحلوة. وبرضو الاماكن دي علشان نكتب فيها الاجابة. السؤال الثاني سؤال complete. هنكمل بليك بحيرة اتراكتيف جزاب. peaceful. هادي. اوفو ان حروف جارتنبو معبد. اسوان is a beautiful place to visit in winter. اسوان دي مدينة او مكان جميل ازوره في الشتاء. it is a not place. هو مكان ايه peaceful. هادي. but it's not boring. مش ممل. there are lots of. يوجد الكثير من الاشياء to do there. you can visit the high دام. تقدر تزور السد العالي and not ناصر. وليك ناصر بحيرة ايه ناصر. there are many not buildings. يوجد الكثير من المباني اللي هي الاتراكتيف الجميلة and hotels to stay in. وكمان فنادق ان احنا اه نبقى فيه. بعد كده قطعة الريدنج بيقول لي today i am a doctor. النهاردة انا طبيب. many years اجو منزل سنوات عديدة. i used to have summer jobs. اعتدت ان انا يكون عندي وظائف في الصيف. يعني يشتغل في الصيف. يعني once i worked in a factory for shoes. مرة كده اشتغلت في مصنع عحزية. i liked the people who were working there. انا حبيت الناس اللي كانوا بيعملوا هناك. they always advised me. كانوا دايما بينصحوني. they also helped me with my work. كانوا دايما ايضا بيساعدوني في عملي. i learned a lot of things from them. اتعلمت منهم حاجات كتير. the summer after that one. الصيف اللي بعد ده. i worked as a waiter in a restaurant. اشتغلت كجرسون في مطعم. i used to carry heavy things. اعتدت ان انا احمل اشياء ثقيلة. that is why my back and feet used to hurt at the end of the day. وده السبب اللي بيخلي ظهري طبعا. واقدامي ان هي اعتدت ان هي تقلمني في نهاية اليوم. however على الرابع من ذلك. i learned enough money. i earned enough money. انا ربحت او كسبت فلوس كافية. at last في النهاية. i could join the universe. استطعت ان انا انضم او التحك بالجامعة. and after finishing جيته. بعد ما خلصتها. i could live a better life. استطعت ان انا اعيش حياة افضل. today i say to myself. النهاردة بقولي نفسي. that i will never forget those days. when i needed the others help. ان انا عمري مهانسة الايام اللي انا احتكت فيها مساعدة الاخرين. i will never forget my summer jobs. وطبعا انا لن انسى الوظائف الصيفية اللي انا اشتغلتها. and the different experiences they provided me with. وكمان الخبرات المختلفة اللي هي مدتني بيها او زودتني بيها. السؤال الاول بيقولي. the main idea of the of the of the text passage is. الفكرة الرئيسية في النص ايه? هو الهارد جوبس. الوظائف الصعبة. ولا saving your money. اه طبعا ادخار الاموال. ولا getting experience from summer jobs. ان انت تحصل على تجارب من وظائف صيفية. ولا earning enough money ان انت تكسب ميل كافي. طبعا هي الفكرة الرئيسية طبعا فيها. هي ان انت اه اه تحصل على خبرات من الوظائف الصيفية. ازاك هو كان بي ايه بي بيعمل كل وظيفة كان بيعمل فيها. طبعا كان بيكتسب منها خبر. the writer had summer jobs too. الكاتب كان عنده وظائف صيفية ليه? طبعا علشان have a new house يشتري بيت جديد. ولا بيه فيمس دكتور يكون طبيب مشهور. ولا جاينز زانيورستي يلتحك بالجامعة. ولا توب بيوريتش يكون غني طبعا هي جاينز زانيورستي. العمال في محل الاحزية كانوا طبعا بيزي بيزي مشغولين جدا. سكرول قصين جدا. مرحين جدا. ولا طبعا هما كانوا متعاونين جدا. بعد كده بيقول لي لخص النص في جملة واحدة. طبعا النص كله بيتكلم عن ان هو بيعمل بجد عشان يحقق اهدافه. ممكن اقول طبعا انا بلخص كده في كلمتين. اه ملخصين للنص. يجب ان انت تعمل بجد هو كان بيشتغل بجد طبعا عشان يحقق حلم ويخلص الجامعة او يدخل الجامعة ويخلصها. يبقى يجب ان انت تدرس تعمل بجد لكي تحقق يور جولز اللي هي اهدافك. ازاي تستنتج كده او تستخرج من النص ان الكاتب ده كان كان شخصاته. هو هنا بيقول لي في بيقول هنا ان هو دايما النهاردة بيقول لنفسه ان هو طبعا مش هينسى الايام اللي هو كان بيعمل فيها وكمان مش هينسى اه الناس اللي هي طبعا اه اللي هي اه سعادته طبعا يبقى هنقول ايه? ممكن اقول لها ايه? ممكن اقول لها ايه? اغير ما يبقى هو مش هينسى وكمان مش هينسى الناس اللي ايه اه هم اغير مي بقى غير الضمائر حسب المتكلم والمخاطب. دي اجابة السؤال اه نمبر فايف. وكمان مش هينسى طبعا الناس اللي هما سعدوه. بعد كده بيقول لي ماذا تعتقد الكتب هيعمل ايه؟ لو شاف طبعا امال المصنع الاحزين اللي كان بيعمل فيه هنقول طبعا هيكون سعيد طبعا هيكون كمان عطف عليهم او معاهم بعد كده سؤال بيقول احنا بقينا او مكسنا في فندق مريح في الاكزاندري في الاسكندري. اتوازي بقى هو كان مريح. اه بورنج ممال نايزي ضوضائي بيزي مزدحم. انت لست مضطر ان انت تدفع ثمن المشروب ده. اتس ايه نورمال طبيعي ولا يصف المفيد ولا فري مجاني ولا فريش طازق يبقى هو فري مدام انت مش مطار تدفع ثمنه. لكي نكون الاسم من paint اللي هي معناها يدهن او يلون بنستخدم اللحقة اللي هي طبعا اي ان جي بقى painting اللي هو الدهان. essential is the not of important essential معناها هم او ضروري وimportant معناها هم او ضروري بقى ده ايه synonym مرادف او معنى a period of 100 years means a فترة من 100 سنة هي بتعني ايه بتعني century اللي هي القارن ولكن ايه دي معناها قارن ولكن اخد بالي بقى من كلمة country اللي هي معناها دولة ودي كده اللي هي معناها عقد اللي هو عشر سنوات ويير اللي هي عام a and not is something important that you have done طبعا هو شي مهم انت عملته هو الachievement اللي هو الانجاز اما tournament البطولة الappearance المظهر السكرت اللي هو السير بعد كده سؤال correct سؤال التصحيح when does the theater open طبعا عايز اقول متى سيفتح المه المسرح طبعا ده جدوى الموعيد ثابت بصدر مدارع بسيط ده او ضرور فاعل والفاعل في المصدر يبقى open has احمد understand the caricature هل احمد فهم المحاضرة have has والفاعل والpostparts اللي هو التصريف التالي للفعل من understand هو understood كايرو is hot than london in some القاهرة اكثر حرارة من او صخونة من لندن في الصيف انا عندي than يبقى صفة قصيرة اضف لها a e r ولكن اخد باليبقى بتنتهي بساكن قبل متحرك يبقى hotter طبعا تامر قال كلماته الاولى في 2011 ان زائد عام ماضي ان زائد عام ماضي ده معناه ان ده ماضي بسيط ماضي بسيط يعني التصريف الثاني للفعل يبقى said الماضي من say هو said have you booked decades to the cinema just هل حجست التذاكر للسينما ايه اللي بيجي في نهاية السؤال هي 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 بتأتي في نهاية السؤال ونهاية الجملة المنفية we already بتأتي في نهاية الجملة المثبتة بعد كده الموضوع بتاعي review on a mobile phone new boat last week طبعا ده نقض عن موبايل انت اشتريته الاسبوع الماضي طبعا مبدئين يا جماعة انت عشان تكتب review بتكتب طبعا رأي الرأي ده بيشمل طبعا pros اللي هي مميزات وconz اللي هي ايه عيوب احنا ممكن نتكلم عن مميزات وعيوب الموبايل اللي احنا اشتريناه يعني هو كويس هو شغل كويس ولا هو مثلا البطارية بتنفذ بسرعة يعني احنا نشوف ايه المميزات اي review احنا نكتبه عن اي شيء بنكتب فيه مثلا اهم الحاجات الموجودة فيه او اهم الحاجات اللي هو مثلا لو عن مشكلة ايه الاضرار اللي بتقابلنا من المشكلة دي and so on يبقى احنا review بتكتب نقد او بتكتب رأي من خلال طبعا مميزات او عيوب او اي شيء عن الموضوع بعد كده ال test 5 الاختبار الخامس طبعا انا عندي برضو السؤال الاول ده سؤال الده وجه سنة ثالتة بيقول انه is asking here uncle سامي about his job نور بتسأل عماها سامي طبعا عن وظيفته فبتقوله hi uncle what's your job ايه وظيفتك قال لها i am an accountant انا انا محاسب طيب فسألته سؤال قال لها i work at مصر بنك انا بشتغل في بنك مصر في القاهرة انا عايزة المكان احدد الاستفهام عندي فاعل في المدارع البسيط يبقى الفاعل مساعد ايه تحول الى you سنة ممكن طبعا يقول لها الاجابة كاملة i have been working there for 20 years وكبال هنا قالت له انا موافقة ان 20 سنة ده وقت طويل يبقى هيقول لها طبعا it's a long time ده وقت طويل قالت له طبعا 20 years is a long time فسألته سؤال تاني انا بذهب للعمل بالمتر ويبقى عايزة تقول له كيف تذهب للعمل كيف اليهاو وانا عندي مدارع بسيط يبقى هاو دو يو جو تو ويرد كيف تذهب الى العمل قال لها باي مترو هل انت بتستمتع بوظفتك رد قال لها ايه although it's so difficult على الرغم من هي صعبة جدا يبقى yes i do ايوة انا بستمتع بيها على الرغم من هي طبعا صعبة جدا بعد كده سؤال سنكمل بماشين الا on حرف جره طبعا beautiful جميل كاتل ومايكرويف وفرم بقول last friday الجمعة الماضية i went shopping with my mother ذهبت الى التسوق مع مام i saw many nothings شفت اشياء ايه بيوتفل جميلة i saw a nice note to boil water with انا شفت ايه جميل علشان اغلي في الواي اللي هو كاتل also there was a coffee note كان فيه كافي ايه كافي ماشين قال لصنع القهوة to make many hot drinks with طبعا عشان تعمل فيها مجروبات كتيرة سخن my mother bought a tester on a special offer ماما طبعا اشترت ايه قالت تحميص الخبز في عرض ايه خاص بعد كده قطعت الريتنج بيقول لي do you think the earth moves around the sun or the sun moves around the earth اعتقد الارض بتدور حول الشمس ولا الشمس هي اللي بتدور حول الارض 400 of years لمئات السنوات people thought that الناس اعتقدت ان the sun moved around the earth ان الشمس هي اللي بتدور حول الارض this is was only natural دا كان فقط طبيعي because when we see لكن الا ان دا عندما نرى the sun rises in the morning طبعا احنا شايفين ان الشمس بتشرك في الصباح وبتغرب في المساء يبقى علشان كده الناس قالت ان هي اللي بتدور we can only think that the sun is moving around us احنا بقى احنا نستطيع فقط ان احنا نعتقد ان الشمس بتدور حولا but one man did not agree with this idea ولكن شخص واحد طبعا لم يوافق على هذه الفكرة he said that هو قال if the sun is moving around the earth لو الارض لو الشمس هي اللي بتدور حول الارض we can not explain the movement of venus لا نستطيع ان احنا نشرح حركات كوكب اللي هو فينس اللي هو كبزة this man finally concluded this man finally concluded that اللي هو الرجل ده اخيرا اخاتم وقال ايه او that the sun does not move around the earth طبعا قال ان الشمس ايه لا تدور حول الارض but the earth moves around the sun ولكن الارض هي اللي بتدور حول ايه الشمس this man's name is طبعا كابرنيكس طبعا اسم الشخص ده طبعا اسمه كابرنيكس at first people thought كابرنيكس اعتبروا الناس they said he was a liar وقالوا ان هو كاذب and that he must be killed وكمان لازم يقتل and so كابرنيكس طبعا وليزلك هو حتى الموت for saying اللي قولي بس ان الارض هي اللي بتدور حول الشمس later people learned that كابرنيكس was in fact telling the truth طبعا الناس بعد كده عرفت ان هو كان بيقول الحقيقة السؤال الاول بيقول لي the main idea of the text is الفكرة الرئيسية في النص هي the sun moves around the earth الشمس تدور حول الارض ولا the earth moves around the sun الارض بتدور حول الشمس ولا كابرنيكس was a big liar ان هو كان كاذب كبير ولا كابرنيكس was beloved by people ان هو كان بحبوب من الناس طبعا الفكرة الرئيسية بتدور حول ان الارض هي اللي بتدور حول الشمس at first في البداية people thought كابرنيكس was طبعا اعتقدوا ان هو ايه crazy مجنون people killed كابرنيكس because هما الناس اعتلوه ليه لان هو طبعا ما كانش he was the killer كان قاتل لا طبعا هو قال فكرة مختلفة عنهم هما قالوا ان الشمس هي اللي بتدور حول الارض لكن هو قال لا الارض هي اللي بتدور حول الشمس he said the truth قال الحقيقة they didn't know him ما كانوش يعرفوه لأ طبعا هما قتلوه علشان هو قال فكرة مختلفة بعد كده بيقول لي how can you infer from the tickets ازاي تستنتج كده من الناس او تستخرج من الناس that people didn't agree with different opinions ان الناس ما كانتش بتتفق مع الاراء المختلفة هنقول ايه ان هما they killed ان هما قاتلوا they killed كابرنيكس طبعا هما قتلوه طبعا احرقوه حتى الموت لانه قال طبعا because he said for saying a different idea لانه قال فكرة ايه مختلف what do you think they feel after they knew that كابرنيكس was right كيف تعتقد شعروا بايه بعد ما عرفوا ان هو كان على حق طبعا ايه think they اعتقد ان هما شعروا طبعا بالاسف او بالحق الحزن i think they felt very sad and sorry for him شعروا طبعا بالاسف والحزن عليه او الحزن والاسف summarize the first paragraph of the text in one sentence تلخص البرغراف الاول كده في النص في جملة واحدة نشوف كده البرغراف مع بع طبعا البرغراف بتكلم عن ان الناس كانت الاول بتعتقد ان الشمس هي اللي بتدور حول الايه حول الارض طبعا اقول ايه four hundred of year people thought that the sun moved around the air طبعا دي جابت السؤال number six بعد كده سؤال اختار الاجابة الصحيحة بيقول a large area of water with land around it is called an هي منطقة كبيرة كده بلو المية بالارض حولها بتسمى يبقى منطقة من المية وحولها ايه ارض يبقى هي الليك اللي هي البحير ولكن لو قال لي منطقة من الارض وحواليها مية يبقى الايلاند الجزير اما الريفر نهر وهيل اللي هي تال بعد كده بيقول لي لكي نكون مضاد الكلمة بولايتلي اللي هي معناها بادب برافيكس بنضيف البديع احنا قلنا بولايت معناها مؤدب عكسها امبولايت غير مؤدب يبقى المضاد بتاعها امبولايتلي بطريقة غير مؤدب remember to buy some fruits تذكر ان انت تشتري بعض الفكهة please don't not من فضلك don't forget لا تنسى get يحصل على forgive يسامح وgive يعطي you should buy this cheap mobile يجب ان انت تشتري هذا الموبايل الرخيص it's really ايه هو حقا ايه يبقى هو cheap رخيص يبقى هو inexpensive غير غالي يبقى احنا بتضيف البدائن عشان يديني عكس الصفة expensive غالي طبعا old قديم وبعد سايل the word contest الكلمة contest دي اللي معناها منافس is the synonym معنى او مراضف للكلمة champion اللي هي بطل ولا campaign اللي هي حملة ولا composition اللي هي كتابة ولا competition منافسة يبقى هي معناها competition the time you spend enjoying yourself with other people means social not الوقت اللي انت بتقضيه مستمتعا بنفسك مع الاخرين هو social life اللي هي الحياة الاجتماعي بعد كده سؤال correct بيقول لي hairpaste tv program افضل برنامج عندها في التلفزيون will start at half past four هيبدأ الساعة اربعة ونص اخد بالي جدوى المعيد السيد بيستخدم معاه مضارع بسيط مضارع بسيط بيكون فعل في المصدر يا مصدر سيد program هنا مفرد يبقى start اخد بالي بقى من هنا محمود go to the pickers محمود بيذهب الى ال pick او ذهب للخباس he hasn't come back هو لم يرجع عايز اقول ذهب ولم يرجع يبقى has gone has gone too معناها ذهب ولم يعد اما بنتو ذهب وعد راح المغبس your mobile is expensive than my عايز اقول موبايل بتاعك اغلى من موبايل انا عندي زين وصفة طويلة يبقى مور ولس وصف انا بقى ممكن استخدم مور اولس يبقى مور expensive اغلى tamir has spoken english in 10 years طبعا عايز اقول تامر بتكلم انجليش لمدة عشر سنين انا هنا عندي مدة مش عندي بداية يبقى four he has lived in cairo four ثواني ثواني انا عندي هنا بداية او سنة يبقى sense بقى كده بيقول لي اكتب اه طبعا هنا انا مية وعشرة كلمة طبعا احنا ممكن نحكي قصة او نكتب عن قصة احنا اخدنا قبل كده زي مثلا قليس زي اي قصة اه او اه نكتب قصة طبعا اي قصة من اللي احنا اخدناهم برضو السنة دي كتابة القصة القصيرة دي مهمة جدا وسهلة جدا برضو انت بتكتب مثلا عن كتاب انت قريته اي كتاب اه احنا ان شاء الله حننزل برضو زي ما بنقول فاسرع وقت اهرادار هذهeen لك Why this is just a short story ات Orue اترحäll الى او اهراد ايaws